اشتركوا في القناة على خدمات وبرامج المركز الموجهة لجميع فئات المجتمع وبالأخص فئة المسنينة كالخدمات الاجتماعية والارشاد الاسرية وبرامج تنمية الاسرة وبرامج تنمية الاطفال والناشئة كما قامت السيدة امينا ارلوغان بزيارة الى مزارع الجزيرة وهي احدى المشاريع الزراعية الفائزة بجائزة الملك حمد لتنمية القطاع الزراعية التي تم اطلاقها على هامش معرض البحرين الدولي للحدائق عام 2012 وذلك في الدورة الاولى للجائزة بجائزة افضل منتج زراعي في مملكة البحرين وكذلك زيارة الى بيت القرآن واطلعت على ما يحتويه من مخطوطات قرآنية متميزة وفي ختام الجولة قامت حرم فخامة الرئيس التركي بجولة في سوق المنامة القديم الذي يزيد عمره عن ثمانين عاما حيث اطلعت عن كثب على سوق باب البحرين والتطويرات الحديثة على المشاريع التقليدية والحرف التراثية والبحرينية والمحلات التجارية الوطنية العريقة ترجمة نانسي قنقر